يقول السائل من أمريكا يقول في بعض المساجد عندنا في أمريكا إذا أسلم شخص ودخل في الإسلام في وسط الأسبوع فإن إدارة المسجد تأمره بالرجوع والإتيان في يوم الجمعة حيث يكون هناك من يعلمه الطهارة والصلة يقول ما التوجيه في مثل هذا يقبل منه الإسلام في الحال ويعتبر مسلما وإذا كان ما فيه أحد يعلمه أمور الدين يصبر لما يجي أحد يعلمه أمور الدين ما فيه بس نعم لكن ما يقال ما يقبل إسلام كل يوم الجمعة لا يقبل في الحال يعتبر مسلم ويرحب به وقضية التعليم حسب الإمكان وحسب وجود من يعلمه نعم والمركز مراكز الإسلامية ما تخلو من معلمين ما تخلو من علماء وقال له وش معنى مركز نعم ترجمة نانسي قنقر